بسم الله الرحمن الرحيم وهي قصيدة للشاعر اللبناني علي جابربك تتحدث عن الشرطي الرجل المسؤول عن حفظ النظام والأمن والأمان في البلاد كما نراه في هذه الأيام التي نمر بها من ظروف صعبة بسبب انتشار المرض والفيروس الخطير وكيف قاموا بعملهم بأمانة وإخلاص قد قاموا بمنع التجوال بين الناس حفاظا على سلامتهم وقاموا بمساعدتهم في كثير من الأمور نشكرهم على ذلك ونسأل الله بأن نخرج من هذه الأزمة بخير وسلامة عزيزي الطالب سأقوم الآن بقراءة الأبيات فأرجو من الجميع الانتباه والتركيز حتى يقرأوا هالجميع قراءة صحيحة ومعبرة نبدأ بسم الله الشرطي للشاعر علي جابر بيك رجل المحبة والسلام يسعى إلى حفظ النظام حمل الأمانة صادقا ورعى الكرامة والكرام هاد وفي قسماته أحلى العبارة والكلام يمشي وفي خطواته ثقة وفي الصدر اهتمام يصب إلى أمن الحمى وبه مشوق مستهام ليرى الحياة هنئة وأمينة ملئة ويئام إذن هنا يتحدث الشاعر أي الفكرة العامة يتحدث الشاعر عن الشرطي والفخر برجل الشرطة وما يقدمه من أمن وخدمات لوطنه إذن هذه هي الفكرة العامة الفخر برجل الشرطة وما يقدمه من أمن وخدمات لوطنه ننتقل الآن إلى شرح الأبيات البيت الأول رجل المحبة والسلام يسعى إلى حفظ النظام هنا يصف الشاعر رجل الشرطة بأنه رجل المحبة والسلام وهو من يسعى لحفظ النظام في المجتمع البيت الثاني حمل الأمانة صادقا ورعى الكرامة والكرام هنا يعتبر الشاعر أن عمل الشرطي أمانة حملها في رعاية الناس والحفاظ على الكرامة ننتقل إلى البيت الثالث هاد وفي قسماته أحلى العبارة والكلام هنا معنى هاد أي هادئ قسماته أي ملامح وجهه إذن البيت الثالث يصف الشاعر الشرطي بأنه رجل هادئ تعتلي ملامح وجهه أجمل العبارات وأجمل الكلمات البيت الرابع يمشي وفي خطواته ثقة وفي الصدر اهتمام إذن هنا يبين الشاعر ثقة الشرطي بنفسه فهو يمشي بخطى ثابتة وفي قلبه اهتمام بواجباته ننتقل الآن إلى البيت الخامس يصب إلى أمن الحمى وبه مشوق مستهام يصب هنا معناها يريد الحمى أي الوطن مستهام أي شديد الحب هنا يسعى الشاعر يسعى الشرطي إلى الحفاظ على أمن وطنه وهو دائم الحب والشوق لوطنه البيت السادس والأخير ليرى الحياة هنيئة وأمينة ملئة وئام معنى وئام أي توافق وترابط إذن في البيت السادس والأخير يقول الشاعر أن الشرطية يرى في وطنه الحياة الهانئة الكريمة والحياة المليئة بالأمن والترابط بين أبنائي أرجو من الجميع حفظ الأبيات وحفظ اسم الشاعر علي جابر بك أعزائي دمتم بخير وسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته